تظهر ملامحه واضحة عندما يجف الماء وينحسر عن منطقة ما فيترك آثارا سلبية على خصوبة الأرض لا تزول إلا بزوال أسباب وجوده إنه التصحر الذي بدأ يسحف إلى معظم أراضي محافظة القادسية بسبب موجات الجفاف وشح الأمطار والإهمال الحكومي لقطاع مهم للغاية ألا وهو قطاع الزراعة وتتباين آراء سكان مدينة الديوانية بشأن أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة التصحر وبوار مساحات زراعية واسعة أولا قلت الأمطار مطار ماكو بالعراق وبالمنطقة مما أدى إلى جفاف التربة ولم يخفي سكان الديوانية امتعاضهم من الموقف الحكومي تجاه تصحر الأراضي المتصاعد إذ حمل السكان السلطات الحكومية مسؤولية ما آلت إليه حال الأراضي الزراعية في المحافظة جراء التصحر سياسة العراق الموجودة الآن سياسة ضعيفة جعلت من العراق دولة منهارة تتحكم بمقدراتها المائية ومقدراتها الاقتصادية الدول المجاورة مما سبب أذية للشعب وخصوصا القطاع الزراعي قطاع الزراعي قطاع انهار هي المياه تأذي قليلة وهذا كلها صوت السلوب الدولة يعني لوك دولة من المرة اشتغلت بالسدود وحفظت المياه شال ما يمارح شالها لعدنا بلسيش عنا كلها شحة مياه هلقا حارة كليش بينما طالب آخرون بحلول عاجلة لأزمة جفاف الأراضي الزراعية على أمل اتخاذ إجراءات طويلة الأمد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أراضي محافظة القادسية نطالب كارن الأنهور توفير الكهرباء للمزارع حتى يوفر الماء يعني ما يوصل الماء إلا بكهرباء الكهرباء ما يكون وبجانب أسباب التصحر يؤكد مسؤولون حكوميون عدم وجود خطة زراعية في المحافظة لهذا العام الجفاف اللي صاب الأنهور زاد نسبة التصحر في مدينة الديواني مما جعل الأراضي الصالحة للزراعة في الوقت الحاضر هي غير مزروعة ناهيك عن عدم وجود خطة زراعية أصلاً هذا العام لمدينة الديواني بما معنى أن هذه المدينة تعاني معانات كبيرة لعدة أسباب أولاً لعدم وجود مشاريع حقيقية لمعالجة التصحر الثاني عدم وجود كمية مياه كافية لمعالجة التصحر التصحر يجتاح محافظة القادسية بسبب قلة الأمطار وانخفاض مناسيب مياه نهر الفرات لكثرة السدود على النهر وعدم تخزين المياه الجوفية أسباب أضافت عبء آخر لأعباء السكان المتزايدة بسبب الفساد والإهمال الحكوميين